بسم الله الرحمن الرحيم معكم احمد الجرنوسي والنهاردة ان شاء الله نشوف مع بعض ازاي تقدر تعمل configuration او ضبط لي راوتر واوي اتش جي 532 اي الناس اللي بتسمع كلمة configuration وضبطه والكلام ده يقول لك اعمل موضوع معقد فالموضوع بسيط جدا جدا ما فيهوش اي اه تعائدات كل اللي عليك بس ان يكون معاك الراوتر تتأكد ان النت عندك شغال الخط الارد ما فيهوش اي مشكلة واتأكد كمان من الاسم المستخدم بتوع الانترنت بتوعك علشان هتحتاجهم في عملية تشغيل الخدمة هتتأكد طبعا من تواصلاتك كلها تمام تمام وبعد كده هتوصل الكابل بتاع الاثرنت اللي هو الار جي 45 كابل اصفر كده او كابل جاي متقرش بالار جي 45 جاهز وممكن تعملو بنفسك كنت شرحت قبل كده ازاي تعمل التعليجة دي بنفسك وتشغل الراوتر وتأكد ان لمبة من وراء ولمبة او الانترنت ممكن تثبت معاك وممكن ما تنورش خالص فام حاجة الانترنت ممكن تثبت معاك ولمبة ينوره معاك ويكونوا ثابتين بعد كده هتروح تفتح صفحة اعدادات الراوتر ولكن قبل ما تقوم بالخطوة دي اتصل بخدمة العمل بتاعت الشركة اللي انت تابعي لها لو كانت تي اي داتا فهي تسعتاشر تلات سبعات وهتقول لهم ان انت عاوز كلمة السر وعاوز اليوزر نيم بتوع خدمة الانترنت بتاعتك اسم المستخدم وكلمة السر بتاع خط ال اي دي اس اي اللي هيطلب منك الرقم الارضي فبعد كده هيدي لك الرقم السري وممكن يتابع معاك الخطوات ولكن مش ده المطلوب لان هدف الفيديو ان انت تتعلم ازاي تعمل عملية بنفسك فدلوقتي انت معاك كل حاجة فاضل بس انك تروح للكمبيوتر تعالوا كده نشوف الكلام بقى على الكمبيوتر هنعمل ايه هنا قدامنا صفحة الانترنت والمواقع مش شغالة لان النت لسه مش شغال فواحد ممكن يقولك طب انا ممكن اعمل الكلام ده عن طريق الواي فاي بتاع اللاب توب او الموبايل بتاعي لو جيت تفتح فعلا هيلقط معاك واي فاي ولكن مش هيفتح انترنت لان انت مش حاطت بيانات الدخول بتاعتك فراوتر اريدي فيه واي فاي حتى لو انت اصلا مش حاطت وصلة التليفون فيه فهيلقط ولكن مش هيفتح نت معك فعشان كده لازم الكابل او اه وصلة هنا قدامنا هم اتصفح الانترنت المواقع لسه مش شغالة فاتيجي تروح لي العنوان ده مية اتنين وتسعين دوت مية تمانية وستين دوت واحد دوت واحد بعد كده هتدوس انتر فيفتح لك صفحة الدخول بتاعت الراوتر طبعا الراوتر هنا موجود واوي ولكن هو معايا اتصالات فهو كان فعلا اتصالته ولكن انا نزلت له السوفت وير الاصلي بتاع واوي لان شركة اتصالات بتنزل سوفت وير خاص بيه بحيث ان هي تحط اللوجو وبعض الاضافات او الاوبشانات في الخدمة بتاعتها فاي شركة بتعمل كده بيجيبوا الراوتر بيكون مثلا واوي او اي نوع تاني واغلبهم بيكون من نوع واوي وبيحطوا عليه سوفت وير خاص بيه فانت تقدر تفك المواد ده وكنت شرحته قبل كده على راوتر واوي اتش جي خمسمائة اتنين وتلاتين اي اللي هو معنا النهاردة سيب لكم الرابط بتاعت الفيديو للي حابب يشوف المواد ده وخلونا نرجع على الكمبيوتر فهتلاقي عندك هنا اليوزر نيم وي الباسورد هتكتب ادمن وي ادمن وخلي بالك انه لو مرضيش يدخل فانت تفتحه من متصفح تاني او من خلال اه الانكوجنيتو اه ويندو او متصفح خفي لان ساعات بيكون المتصفح عندك في بعض المشاكل بسبب الكوكز او اه بقايا التصفح عمتا هتكتب ادمن سمول والباسورد ادمن بنفس الشكل او بنفس الحروف وبعد كده هيفتح لك صفحة الاعدادات كل اللي عليك هتسيبك من ده كله هتروح لي اه بيزيك وهتيجي تختار منها ال دابليو اي ان فبعد كده هتنزل تحت هتلاقي اليوزر نيم فهتحط الاسم اللي انت اخدته من خدمة العملاء او اللي بعتولك فرسالة وهتحط كلمة السر فوق هنا تأكد من القيم دي زير وخمسة وتلاتين والكونيكشن طيب تريبل بي او اي واباقي الاختيارات دي خليها زي ما هي وبعد كده هدوس على وجرب افتح اي موقع هتلاقي الموقع فتح معك بدون اي مشاكل زي احنا شايفين قدامنا بعد كده ممكن تروح بقى لدابليو لان دابليو لان دي ليه اعدادات اه الشبكة الواي فاي او شبكة هتيجي بقى تختار الدولة عادي او ممكن تخليها اوكرانيا او مصر مفيش اي مشكلة او الدولة بتاعتك ده اسم الشبكة بتاعة الواي فاي فانت ممكن تخليها باسمك زي ما انت عاوز والباسورد ممكن تكتب الباسورد بتاع شبكة الواي فاي اللي انت عاوزه وخلي نوع التشفير اه الاختيار التالت بحيث ان هو يكون تشفير قوي وبعد كده في نقطة مهمة جدا جدا لازم تعملها هو انك تغير الباسورد بتاع الادمن اللي انت كتبته من شوية لان بيكون سهل علي حد يدخل لصفحة اعدادات الراوتر عن طريق انه يكتب ادمن وادمن ويدخل يلعب في بعض الاوبشنات او يعمل حاجات تفغنة عنها فهتروح لصفحة الراوتر من جديد وهي هتختار او الصيانة وبعد كده هتختار او هتكتب اللي هو الباسورد الاديم اللي هو الادمن وهتكتب النيو باسورد وهتكرره وطبعا يفضل انه يكون باسورد قوي محدش يعرفه غيرك زيادة امان لك بعد كده هتدوس على وتعيد تسجيل دخول لك من جديد فبكده تكون عملت عملية او ضبط او تهيئة الراوتر لاول مرة تستخدمه وحتى لو كانت مش اول مرة فانت كل اللي عليك انك بتيجي تعمل عملية الريسيت او اعادة ضبط المصنع للراوتر من خلال فتحة صغيرة كده بتكون في جنب الراوتر او وراء الراوتر بتجيب ابرة او دبوس او حتى ابرة كورة هتدخل فيه المكان ده تفضل دايس عليها لحد ما كل اللمبات معاك تطفي وتنور بتدوس عليها لمدة خمس او ست ثواني كده فاللمبات بتبدأ تنور من جديد علشان يعيد الراوتر لاعادة ضبط المصنع من جديد وتكتب اليوزر نيم ادمن والباسورد ادمن وتخش تكمل بقى الخطوات اللي احنا عملناها فده بكل بساطة كان شرح ازاي تقدر تعمل عملية او اعادة ضبط او ضبط مصنع له اه الراوتر وتحط البيانات وتسجل او تشغل خدمة الانترنت على الراوتر فالموضوع المشابه لاغلب انواع الراوترات كل الاختلاف بس بيكون في او على حسب اختلاف او نوع الراوتر اللي انت بتستعمله فياريت اي حد كان عنده اي سفسار اي اقتراح يلولي من خلال التعليقات اللي موجودة تحت الفيديو وان شاء الله هرد عليه في اسرع وما تنسوش تدعموني بانكم تضغطوا لايك للفيديو ودوسوا سبسكراب او اشتركوا لقناة اللي او كنا مدورة اللي فابر روس دي واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله كان معكم احمد الجرنوسي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته